اهلا بكم ان ناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي انهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الابانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع احبائكم ايضا خاصة للاطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الاشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والاغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس في اطار تعاليمه حول المسيرة الانجلية التي يرويها سفر اعمال الرسل توقف البابا اليوم عند الاحداث التي عاشها بولوس عندما كان سجينا اولا امام مجلس اليهود ثم امام الوالي الروماني في قيصرية واخيرا امام الملك اغريبة دعيا بولوس للدفاع عن نفسه والرد على الاتهامات فتحول دفاعه الى شهادة بليغة للامان اوضح البابا كيف ان المبشر الحقيقي لا يكرز بنفسه بل بيسوع المسيح الذي هو محور كل شيء وان السلاسل التي قيد بها بولوس كانت علامة على اخلاصه للانجيل والشهادة التي قدمها للقائم من بين الاموات فسلاسل بولوس الذي يبدو فيها كالمجرم في نظر العالم هي سلاسل من اجل البشارة ووسيلة تبشير فعالة اكد البابا كذلك ان السلاسل قد تقيد المبشر لكنها لا تستطيع ان تقيد كلمة الله او تمنعها من ان تجول العالم كي تغير التاريخ في نهاية كلمته دعانا قداسة البابا الى الثبات في المحن وان ننظر اليها بعيون الامان كي نبقى مخلصين لدعوتنا كمسيحيين وكتلميزين مبشرين والآن تحيات البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية اشتركوا في المحن 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 إيمانكم في وجه كل المحن وأن تتحلوا بالشجاعة من أجل المسيح واثقين بأن لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد يفصلنا عن محبته ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير